اشتركوا في القناة زوجتك اللي بين أربع حيطان طولي اليوم منتظرة حضرتك مسايد ما خرجت الساعة 8 الصبح لما ترجع أربع العصر مش محتاجة منك كلمة حلوة وانت داخل البيت حبيبة قلبي انت وعاشتيني حبيبة قلبي ربنا اجمعني معك في الجنة حبيبة قلبي انت بتتعابي عشانا وانا تركت مكافأتك لله عز وجل تقولك عاوز تكافيني هتلاقي اسورها ده هبقول لها فين نجد منين لأ انت راجل طيب هتلاقي هدية ولو مصاصة بمبناية شوكولتاية ازدال خمار شوز جزمة اي حاجة المهم افعل هذا من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكرم الناس مع اهل بيته تخالي السيدة عائشة تصعد على رجل النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر الى الاحباش وهم يلعبون بالحراب وان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفيتي ولا لسه انت كانت متعت ولا لسه اسألك سؤال اخر يوم اللي عبت فيه مع زوجتك واولادك امتى ابنك ان ما كانش يحس بالامان ويحس بالبقاء والتقدير منك التقدير الذاتي للولد وان يحب ويحب صدقني ابنك هيبعد عنك كتير ربي ولدك على ما رب النبي واصحابه اخدم زوجتك لله تعالى مش تخسر حاجة تخش المطبخ شوية فول اوملت بيض بطين مسلوئين او على النار وحت الجبنة وشوية سلطة وعلبتين زبادي وكباية شاي واحد انت وزوجتك واولادك واطعم زوجتك بايدك لقمة والله لو فعلت ستؤجر عليها حتى ما يضع في في مرأة لك بذلك صدق كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كن احسن الناس مع اهل بيتك نصرة ومحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم